اعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي النهاردة ان شاء الله حدثنا عن العزوم وهي الوحدة التانية في الاستاتيج تعالوا نبدأ الاول مع اول جزء عندنا وهو العزوم في المتجهات باستخدام سنائي الابعاد لو جينا نتكلم على معلومات محتاجين نفتكرها مع بعض الاول لازم نتكلم على العزوم نفتكر الضرب الاتجاهي يبقى نمر واحد حاصل الضرب الاتجاهي لاي متجهين هنفترض ان انا عندي المتجه الف وده بيمثل زوج مرتب عشان احنا قلنا هنتكلم على سنائي الابعاد بيتكون من المسقط الاول الف واحد المسقط التاني الف اتنين ومعانا المتجه التاني به بيمثل به واحد وبه اتنين عايزين نفتكر كنا بنجيب الضرب الاتجاهي ازاي علامة الضرب الاتجاهي هي العلامة دي وكنا بنقول بناخد حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين يعني هنضرب الف واحد في به اتنين ناقص الف اتنين في به واحد وناتج دايما الحاصل ضرب الاتجاهي هو متجه عمودي على المستوى اللي بيجمع المتجه ألف والمتجه بي وهنسميه المتجه عين يبقى الضرب الاتجاهي ما هو إلا حاصل ضرب الطرفين مائس الوسطين مضروف في اتجاه متجه اسم عين هو متجه وحدة عمودي على المستوى اللي بيجمع المتجه ألف وبي أو في قانون تاني وهو معيار المتجه الأول مضروف في معيار المتجه التاني في جهاز زاوية المحصورة بينهم يبقى أنا ممكن أجيب حاصل الضرب الاتجاهي عن طريق حاصل ضرب معيار المتجهين في جاز زاوية المحصورة بينهم برضو في اتجاه عين هنبدأ نتكلم مع بعض على ملاحظات على العزم أول ملحوظة على العزم لو عندي قوة والقوة دي قاف وليها نقطة تأثير أو بتؤثر في نقطة ألف وبطلب بني أجيب العزم حوالي النقطة به يبقى أنا من خلال قراءتي للأنا بقوله دلوقتي أنا لازم يكون عندي ثلاث معطيات أساسية المعطى الأول وهي القوة اللي هجيب لها العزم المعطى الثاني نقطة بتنتمي إلى خط عمل القوة الملحوظة الثالثة أو المعطى الثالث هي النقطة اللي هناخد عندها العزم العزم بالنسبة لي بالنسبة لنقطة به هو حاصل الضرب الاتجاهي لبه ألف مضروبة في قاف به ألف دي هتتفكي إزاي قال لي يا مستر محمد به ألف عشان أفكها هي ألف ناقص به وده بشغل المتجهات بتعقولة سنوة كنا بنبدل وبنحط بينهم ناقص يبقى بها ألف بيتفكى عن طريق ألف ناقص به الحاجة الثانية اللي عايزين نتعرف عليه هي وحدة قياس العزم هو العزم بيتقاس بايه؟ قال لي هو القانون نفسه حاصل ضرب قوة في ألف به دي بتمثل مسافة يبقى وحدة العزم دايما هي مقدار القوة مضروف في المسافة لو انت شغال بالقوة بالنيوتن والمسافة بالمتر يبقى نيوتن متر لو انت شغال القوة بالسكل لكيلو برام والمسافة بالمتر يبقى سكل لكيلو برام متر وهكذا على حسب انت شغال بواحدة ايه و ايه؟ رقم 3 لو طلب مني طول العمود الساقط لما باخد العزوم محتاج طول العمود الساقط من نقطة تأثير القوة على خط عمل القوة بمعنى انا عندي قوة قاف والقوة قاف دي بتأثر في نقطة الف وانا باخد العزوم حوالين به فانعايز طول العمود الساقط من به على خط عمل قاف عشان نجيب طول العمود الساقط من نقطة به على خط عمل قاف بنجيب معيار العزم على معيار القوة معيار العزم على معيار القوة رقم اربعة متجه العزم والقياس الجبري للعزم ومعيار العزم هل فيه فرق بين التلات مصطلحات دول فيه فرق بين متجه العزم والقياس الجبري للعزم ومعيار العزم اه طبعا فيه فرق جبير لما يقول لي متجه العزم بعد ما منطلع الاجابة بنحط جنبها متجهين القياس الجبري بنشيل المتجه ونسيب الاشارة زي ما هي سواء كانت موجب او سالب اما المعيار فبناخد القيمة الموجبة فقط لان المعيار ما بيطلعش فيه قيم سالبة لانه بيمثل مقدار مقياس يعني قيمة موجبة يبقى فيه فرق بين اقرى السؤال كويس وعايز متجه العزم لا اه ده كان عايز القياس الجبري للعزم لا اه ده كان عايز معيار العزم الفرق بينهم ببساطة ان المتجه لازم نحط جنب وعين واحنا شغالين القياس الجبري للعزم بنحتفظ بالاشارة لو موجب بنحط موجب سالب بنحط سالب اخر حاجة لو طلب معيار العزم فبنلغي الاشارة وبناخد القيمة الموجبة فقط يبقى انا خصلته على معيار العزم العزم للقوة بالنسبة لأي نقطة على خط عملها لو انا عندي نقطة القوة بتمر بيها وعايز اخد العزم عندها القوة بتمر بالف وانا عايز العزم عند الف القوة بتمر بيه وانا عايز العزم عند بيه قال لي في الحالة دي معيار العزم بيساوي صف او متجه العزم بيساوي صفر يبقى العزم بيساوي صفر امتى لو كانت النقطة اللي باخد عندها العزم بتنتمي الى خط عمل القوف رقم اتنين لو كان العزوم عند الف هو نفسه العزوم عند به بص معي على المرحوظة دي هنحتاجها وهسألك عليها بعد شوية فخليك فاكرها كويس قوي العزوم عند الف بيساوي العزوم عند به يبقى خط عمل قاف بيوازي الف به يبقى بكل بساطة لو جي في الامتحان وقال لثبت ان خط عمل قاف يوازي الف به هنجيب العزوم عند الف ونجيب العزوم عند به هيطلع نفس مقدار العزم يبقى في الحالة دي انا اقدر اقول ان خط عمل القوة يوازي الف به الملحوظة رقم سبعة طب الفريدياميستر طلع نفس المقدار بس عكسه في الاشارة معيار العزم عند الف هو معيار العزم عند به بس باشارة سالب في الحالة دي بقى قاف تنصف الف به مجموعة العزوم الجبري لعدة قوة حول نقطة بيسوي عزم المحصلة لو انا جبت مجموعة من القوة وجبت العزم بتاعهم وبعدين قدرت اجيب محصلتهم وجبت العزم هحصل على نفس الاجابة يبقى عزم عدة قوة بالنسبة لنقطة هو عزم المحصلة بالنسبة الى نفس النقطة اخر مرحوظة عندنا يعني عدم مجموعة عزم القوة حول نقطة اذا كانت المجموعة متزنة المجموعة متزنة وجيه تاخد المجموع الجبري لعزم القوة حول النقطة هيطلع العزم بيسوي صفر لان ببساطة بدام المجموعة متزنة يبقى ادرا اقول ان المحصلة بصفر يبقى العزم المحصلة بيسوي صفر اول مثال عندنا اذا كانت القوة قاف بتمثل الزوج المرتب او المقدار قوة في اتجاه سين ناقص اتنين في اتجاه صاد يبقى هنحولها الى قوة في زوج مرتب عشان نسهل اجراء العمليات بتاعتنا هتبقى القوة قاف بتمثل الزوج المرتب واحد وسالب اتنين باخد معامل السين ومعامل الصاد بنفس الاشارات بتؤثر في نقطة الف عايزين نجيب المجموع الجبري لعزم هذه القوة بالنسبة لنقطة به العزم حوالين به بيجي ازاي هقول له العزم حوالين به بيسوي به فالف ضرب اتجاه مقدار القوة طيب عايزين نجيب به الف دي بتيجي ازاي هنجيب به الف مع بعض به الف تساوي الف ناقس به تعالوا نطرح كده ادي الف اتنين وثلاثة تتعالوا نطرح مع بعض بس لازم الف الاول اتنين ناقس اتنين هيديننا صفر فاصلة تلاتة ناقس واحد هيديننا اتنين يبقى القطع المستقيم الموجهة به الف تساوي صفر وثنين نقدر نعوض في القانون ونقول له العزم حوالين به هيتلع بيساوي به الف طلعناها صفر وثنين مضروب في معيار القوة او القوة عندي بعد ما فكناها الزوج مرتب عشان يسهل التعامل بتاعها بواحد وسالب اتنين فكرني بالضرب الاتجاهي احنا لسه ايلين حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوسطين كل ده في اتجاه عين صفر هنضربه في سالب اتنين بصفر اتنين في واحد باتنين وده كله في اتجاه عينه يبقى معيار العزم بيسوي اتنين القياس الجابريل للعزم بيسوي اتنين اما لو قال لي انا عايز متجه العزم ففي الحالة دي هنقول له متجه العزم بيسوي اتنين في اتجاه عين كمان طالب طول العمود الساقط من بيه على خط عمل القوة افتك القانون ده احنا قلنا من شوية طول العمود الساقط ده كنا بنجيبه ازاي طول العمود الساقط لو سمينا لام كان بيساوي معيار العزم حوالين بيه على معيار القوة على معيار مين القوة طب العزم معياره كام انت لسه اي المعياره بيسوي اتنين طب عايزين نجيب معيار القوة هنعمل الجزر التربيعي لمربع المسقط الاول يعني واحد لكل تربيع زائد مربع المسقط التاني سالي باتنين لكل تربيع يبقى اتنين على جزر خمسة بالنسبة لي دي وحد الطول لو عايزين نشيل الجزر من المقام هنضرب فوق تحت في جزر اتنين يبقى من هنا انا طلبت منك العزم حوالين به وطول العمود الساقط عشان اجيب العزم حوالين به لازم تكون القوة موجودة والف موجودة اللي القوة بتأثر فيها والنقطة اللي هناخد عندها العزم تعالوا نشوف المثال ده بيقول تؤثر القوة قاف في النقطة الف سالب تلاتة واثنين فاذا كان عزم قاف حول كل من النقطتين به وجيم به تلاتة واحد جيم سالب واحد واربعة يساوي تمانية وعشرين في اتجاه عين اوجد قاف المسألة دي ممكن احلها باكتر من طريقة الطريقة الاولى هو عزم القوة قاف حوالين به وجيم طلع بتمانية وعشرين ايه طلع بتمانية وعشرين ده معناه ان خط عمل القوة بيوازي به في جيم يعني بيوازي القطعة المستقيمة الموجهة به جيم يبقى ناقدر اجيب متجه اتجاه في اتجاه به جيم وكمان من خلال متجه اتجاه اقدر اتعامل واجيب طول او معيار قاف بتسوي كام تعالوا بقى نحلها بالطريقة العادية بالنسبة لنا وهي ان انا هفرد معاكم ان قاف دي اسمها سين وساط هنفترض مع بعض ان قاف كمتجه مش عارفه بيسوي كام هسميه سين وساط لما انجح انا وانتو لما نعرف سين وساط بكام يبقى انا عرفت قاف بكام يبقى انا دلوقتي بحد لنفسي انا هتعامل مع مين هو بيقول لي اوجد قاف قلت له تعالى نسمي قاف دي سين وساط طبعا قاف هنا فيها مجهولين يبقى انا عايز من حضرتك تكون معايا معادلتين المعادلة الاولى العزوم حوالين نقطة بك بيساوي 28 في اتجاه عين طب المعادلة التانية العزوم حوالين جيم برضو بيساوي 28 في اتجاه عين عايز بقى حد يساعدني ويشوف احنا كنا بنجيب العزوم ازاي العزوم حوالين به هيساوي به الف مضروبة في قاف بيساوي 28 في اتجاه عين دي بالنسبة للمتجهات اللي انا شغال عليها به الف بتتفك ازاي الف ناقص به طب نطرح بقى مع بعض ادي الف ودي به اطرح معايا سالب 3 ناقص 3 يبقى سالب 6 اطرح معايا 2 ناقص 1 ده بواحد مضروب فيه مقدار القوى اللي سميناها سين وساط الاجابة تساوي 28 في اتجاه عين هو احنا كنا بنجيب الضرب الاتجاه ازاي حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوساطين يبقى سالب 6 صاد ناقص سين تساوي 28 دي معادلة اولى اقدر اجيب سين وصاد في معادلة وكيب معادلة تاني من العزم التاني اللي هو برضو بيساوي 28 طب بالنسبة للعزوم حوالين جيم هنقول له ساعتها يبقى جيم الف مضروبة في قاف تساوي 28 في اتجاه عين طب هي جيم الف دي هتتفك ازاي الف تاني ناقص جيم تعا نترحهم مع بعض الف عندنا سالب 3 ناقص ناقص 1 تبقى سالب 2 وعندنا 2 ناقص 4 بسالب 2 تاني كل ده مضروب في قاف اللي هو بيمثل سين وساط الاجابة تساوي 28 في اتجاه عين طب هنعمل ايه بعد كده هنجيب حاصل ضرب الطرفين ناقص حاصل ضرب الوساطين يبقى سالب 2 صاد موجة ب 2 صاد الاجابة تساوي 28 المعادلة كلها بتقبل اسم على الاتنين فاسم كله على الاتنين يبقى سالب صاد موجة بسين تساوي 14 انا كده عندي معادلتين ادي المعادلة التانية اهيه بص بعينك الناحية التانية هتلاقي المعادلة الاولى اهيه طب هنتعامل ازاي عشان نحل المعادلة دي قل بكل بسرطة هنجمع المعادلتين مع بعض دي معادلة واحد ودي معادلة اتنين هنقوله بجمعة واحد واثنين لو جمعناهم سالب 6 صاد وسالب صاد يعني الاجابة سالب 7 صاد تساوي السين بالموجب والسين بالسالب هيتيروا مع بعض طب 28 و 14 بكام ب 42 الدنيا بقت سهلة خالص اهو بقى عندي معادلة فيها صاد بس هقسم على سالب 7 يبقى صاد بتساوي سالب 6 طب احنا عرفنا قيمة صاد تعا نعوض بيها في المعادلة التانية عشان نعرف سين بكام هنشيل صاد ونحط سالب 6 وهي اصلا قدامها سالب يبقى قدر اقوله ان السين بتساوي 8 كده انا عرفت المسقط سين وساد اقدر اقول للراجل بكل بساطة دلوقتي قاف اللي كنت بتسألني عليها كم وكام سين طلعب بتمانية وساد طلعب بسالب 6 انا عرفت المقدار بتاع قاف او متجهة قاف من خلال معلومتين ان العزمة حوالين به بتمانية وعشرين عين العزمة حوالين جيم بتمانية وعشرين عين فقدرنا نحصل من هنا على قيمة سين وساد فعرفنا قاف بتساوي كام بيقولي تؤثر القوة قاف واحد اللي بتمثل واحد واتنين وقاف اتنين اللي بتمثل تلاتة او سالب واحد فيه النقطة الف سالب اتنين وتلاتة اثبت ان اثبت باستخدام العزمة ان خط عمل المحصلة ينصف به جيم احنا قلنا من شوية يعني ايه بينصف به جيم نفتكر مع بعض كده عشان نبقى مركزين يعني ايه بينصف به جيم اه يعني العزم عند به هو نفس العزم عند جيم بس باشارة ايه اثبت معايا يا بطل بقى ان العزم عند به هو نفس العزم عند جيم بس باشارة سالب قال لي بدل الغلبة ونشتغل على قاف واحد لوحدها وقاف اتنين لوحدها هناخد القوتين دول نجيب المحصلة بتاعتهم ونشتغل بيها لانها قوة واحد فهنقول له قاف دي بتمثل محصلة القوتين يعني مجموعهم واحد وتلاتة يبقى مجموعهم اربعة اتنين وسالب واحد يبقى واحد يبقى مقدار القوة اللي هنتعامل معها هي اربعة واحد بتؤسر في نقطة سالب اتنين وتلاتة عايز بقى حضرتك تجيب لي العزوم مرة عند به والعزوم مرة عند جيم هنجيب العزوم عند به هيساوي به الف مضروبة في قاف طيب هي به هالف دي جيز ازاى هالف ناقص به يبقى هنترح هالف ناقص به سالب اتنين ناقص ناقص واحد يبقى سالب واحد تلاتة ناقص خمسة بسالب اتنين كل الكلام ده هندربه في قاف اللي هي طلعت معايا اربعة وواحد يساوي هنجيب حاصل ضرب طرفين ناقص الوسطين الطرفين هيتلعوا سالب واحد الوسطين هيتلعوا موجب تمانية كل ده في اتجاه عين يبقى العزم بيسوي سبعة في اتجاه عين كده انا جبت العزوم حوالين مين يا بطل دلوقتي حوالين جيم حوالين به طلع معي سبع عين تعالوا بقى نشتغل تاني ونجيب العزوم المراضي حوالين جيم وانا بتمنى من ربنا انه يطلع العزم عند جيم بسالب سبع عين لانه لو طلع بسالب سبع عين يبقى فعلا خط عمل المحصلة ينصف به جيم نعيد اللي قلناه تاني بس عند العزم عند جيم يبقى عايز من حضرتك تساعدني وانا بجيب العزم عند جيم هتساوي جيم الف مضروبة في مين في قاف طيب جيم الف كانت بتتفكي ازاي الف ناقص جيم ادي الف وادي جيم اطرح معايا سالب اتنين ناقص واحد يبقى سالب تلاتة وتلاتة ناقص اتنين بواحد كل ده محتاجين نضربه في قاف اللي هي بيتمثل اربعة وواحد الضرب الاتجاهية حفظنا بقى حاصل ضرب الطرفين ناقص الوسطين الطرفين بسالب تلاتة والوسطين هيبقوا سالب اربعة كل ده في اتجاه عين يعني بيساوي سالب سبعة في اتجاه عين بص كده وقارن بين العزم عند جيم اللي طلع معاك سالب سبعة والعزم عند به اللي طلع معاك سبعة في الحالة دي نقدر نقول لنفسنا ان العزم عند به بيساوي سالب العزم عند جيم يبقى نقدر نقول من هنا ان خط عمل المحصلة مالها تنصف به جيم وده اللي كان طالبه مني فعلا انها نثبت ان خط عمل المحصلة بينصف به جيم بيقولي تؤثر القوة قف واحد اتنين سين ناقص صاد والقوة قف اتنين خمسة سين واثنين صاد القوة قف تلاتة سالب تلاتة سين زائد اتنين صاد في النقطة الف واحد وواحد اثبت ان خط عمل المحصلة يوازي به جيم حيث به اتنين وواحد وجيم ستة واربعة اقف معي كويس قوي عندي يوازي هو معنى انه يوازي بقى لازم نتفق مع بعض ان العزوم حندبه هو نفس العزوم عند جيم بس المرة دي بقى بنفس الاشارة لكن لما كان بيقول لي بينصف كان بيطلع زيه بس عكسه في الاشارة ايه رأيكم بدل ما يتعامل مع قف واحد وقف اتنين وقف تلاتة نجيب المحصلة اللي هي قاف نقدر نجمع اتنين وخمسة سبعة نقص ثلاثة باربعة يبقى المسقط الاول اربعة هناخد سالب واحد زائد اتنين زائد اتنين يبقى الاجابة تلاتة يبقى اقدر قولي نفسي دلوقتي ان قاف بتساوي اربعة وثلاثة سؤال لو انا امتى اقول ان انا بدل ما اتعامل مع قف واحد وقف اتنين وقف تلاتة اجيب المحصلة واتعامل مع المحصلة مرة واحدة وامتى هتعامل مع كل قوة مستقلة اتعامل مع القوة على ان لها محصلة واتعامل محصلة لو كلهم بيأثروا في نقطة واحدة زي المسألة دي لكن لو اقل في الامتحان ان قاف واحد بتأثر في الف قاف اتنين بتأثر في به تقاف ثلاثة بتأثر في جيم يبقى مشاهدوا لاجمعهم لان كل قوة لها نقطة التأثير يبقى بتعامل مع كل قوة لوحدها واجب عزمها لوحدها لكن الحمد لله ان القوة الثلاثة هنا بتمر بنقطة واحدة يبقى كمان محصلتهم بتمر بنفس النقطة طيب عايزين العزوم عندي به انت خفصت بقى وعايزين العزوم عندي جيم طيب لازم يطلع العلاقة بينهم ايه هما الاتنين متساويين في المقدار والاشارة تعالوا نبدأ نشتغل مع بعض العزوم عند بيها هيجي ازاي هنقول له به الف مضروبة في قاف طب هي بيها الف دي كانت بتيجي ازاي انا نسيت قال لك بتيجي الف ناقس به الف كم وكم عندنا واحد وواحد طب به كم وكم عندنا اتنين وواحد يبقى واحد ناقس اتنين بسالب واحد واحد ناقس واحد بصفر عايزين نضربها في قاف اللي احنا طلعناها كم وكم اربعة وثلاثة بتهالي مفيش دعا فكرك بقى الضرب الاتجاهة كان حاصل ضرب الطرفين ناقس الوسطين يبقى سالب تلاتة في اتجاه عين ده متجه عزم المحصلة حول نقطة به تعالى نجيب متجه عزم المحصلة حول جيم يبقى ساعت هقول له جيم الف تعالى نضربها في قاف طب هي جيم الف دي بتتفكي ازاي? الف ناقس جيم يبقى واحد ناقس ستة بسالب خمس وواحد ناقس اربعة بسالب تلاتة عايزين نضربها في قاف اللي ايا كانت اربعة وتلاتة الدرب الاتجاهي هو حاصل ضرب الطرفين ناقس حاصل ضرب الوسطين يبقى سالب خمستاشر في اتجاه عين ناقس اتناشر في اتجاه عين طب تعالى نترحم من بعض عشان نشوف القيمة بكام احنا عندنا سالب سالب بموجب يبقى دي موجب عشان هي سالب اتناشر هتطلع الاجابة سالب ثلاثة في اتجاه عين قارن كده بين العزم حوالين به والعزم حوالين جيم هو نفس المقدار بنفس الاشارة اذا خط عمل المحصلة طلع فعلا بيوازي به جيم اتاكدت ازاي لما لقيت عزم به هو عزم جيم بنفس الاشارة بكده احنا انتهينا من الجزء الاول من العزوم وهي محصلة القوة حول نقطة واحدة في حالة القوة المتجهة في سنائي الابعاد دلوقتي هنحط القوة في سورة المستوى الاحداثي يعني بتأثر في الاشكال وفي الحالة دي هيبقى مطلوب مننا ان نسترجع ازاي نجيب البعد العمودي فعشان كده انا بدأت معاكم الاول مراجع على ما سبق محتاج اتعلم اجيب الاطوال العمودية في اي شكل اول شكل كلنا حفظينه هو المسلس القائم بصوا معايا كده في المسلس القائم اللي قدامنا ده الزاوية دي قايمة وطول الوطر بيساوي لام انا محتاج اعرف المقابل لزاويته بيجي ازاي ومحتاج اعرف المجاور لزاويته بيجي ازاي احنا متفقين ان المقابل دايما مرتبط بالجاة فيبقى طول الضلع المقابل للزاوية هو طول الوطر مضروف في جاهه طب انا عايز اجيب المجاور خلاص بقى انت حفظت هتبقى لام في جاته ايه يبقى من خلال طول الوطر والزاوية قدرت اجيب البعدين العموديين المقابل للزاوية والمجاور للزاوية المقابل دايما مرتبط بالجاة والمجاور مرتبط بالجتا طب تعالي افتكل حاجه تانية ايه واختها نظريه اخليدس نظريه اخليدس بتقول لك انا عندي زاوية قيمة ساقط منها عمود اسمع كويس نظريه اقليدس علشان مش اى مسلس نمو بالشكل له نقول احنا هنطبق اخليدس اخليدس كان بيشترط وجود زاوية قايمة وساقط منها عمود بنقدر نجيب طول العمود الساقط ازاي حاصل ضرب ضلعي القائمة على الوطر يبقى هنضرب به الف في بهجيم واللي يطلع نقسمه على الف جيم يطلع طول ضلع بهدال او طول القطعة بهدال يبقى دي نقدر نستخدمها لو عندي قطعة وصلة من زاوية قايمة وساقطة عمودي على الوطر رقم تلاتة وده شكل مهم شوية ايوة السداسي المنتظم السداسي المنتظم من الاشكال المهمة جدا الملاحظات اللازم نعرفها ان اضلعه كلها متساوية وكمان كل زاوية من رؤوسه بتساوي مية وعشرين درجة كل زاوية من رؤوسه بتساوي كم هنفترض ان طول ضلعه بيساوي لام طول الضلع بيساوي لام يبقى طول القطر الف جيم هيساوي لام جزر ثلاثة طول القطر الف هيه هيساوي لام جزر ثلاثة يبقى لو وصلنا رقصين غير متتالين في بينهم حرف واحد بس يبقى طول القطر بيساوي لام جزر ثلاثة اما لو وصلت الف بدال فده طوله اتنين لام طبعا هنا مركز الشكل فتبقى دي لام ودي لام يبقى من خواص السوداسي انا كتبت لحضرتك انه الف جيم هي الف هيه هي بتساوي اتنين لام في جا مية وعشرين لو حبينا نحسب دي مع بعض اتطلع لام جزر ثلاثة طب انا لو عايز احسب الف جيم وجيم هيه هو به هي كلهم هيساوي اتنين لام دي الملاحزات اللي هتستخدمها شوية معايا في الجزء النهاردة على العزوم للقوى المستوية نفتكر مع بعض العزوم للقوى المستوية بعض الملاحزات المهمة اللي عايزكوا تفتكروها معايا اللي احنا المرة اللي فاتت شرحناها في القوى المتجهة عايزين نرجعها بالسطرات المرة دي بقى بريد مشاؤلية شوية احنا قلناها المرة اللي تحت اول حاجة ينعدم العزم الجبري لعزوم القوة حول نقطة امتى العزم بينعدم حوالي النقطة قال لي في حالتين الحالة الاولى لو المجموعة متزنة يبقى لو كانت المجموعة متزنة اقدر اقول ان العزم بيساو صف طب الملحوزة التانية امتى لو خدت عمل المحصلة او القوة بيمر بالنقطة اللي باخد عندها العزم يبقى عندي حالتين اقدر اقول عندهم المحصلة بتساو صف او العزم عند نقطة بتمر بيها القوة بيساو صف يبقى العزم كامل بيساو صف الملحوزة التانية مجموعة عزوم القوة بالنسبة لعدة قوة هو نفسه عزم المحصلة يبقى انا لو عندي عدة قوة مطلوب مني اجيب لهم مجموعة العزوم هي نفس القصة لو انا روحت جبت عزم المحصلة يبقى عزم عدة قوة هو نفسه عزم المحصلة ناخد بالنا من النقطة دي لانها بتوفر عليها شوية في الشوق رقم ثلاثة ودي مهمة جدا بقى هنفتكرها بعد شوية لو انا عندي قوة قاف وصعب علي اجيب البعد العمودي الساقط عليها بالنسبة للنقطة دي يجوز ان انا احلل القوة دي الى مركبتين ويبقى عزم القوة هو نفسه عزم المركبتين بتاع القوة خدنا تحليل القوة في تانية سنوي كنا بنحط جنب الزاوية جتا وبعيد عنها جاة وافتكر ان انا هرجع عليها كتير قوي قوي لما يستعص علي البعد العمودي لأي قوة ميلة محتاج ان احللها الى مركبتين واجيب عزم كل واحدة فيهم عزم القوة بالنسبة للنقطة تنتمي الخط عملها هنه بصفر رقم اتنين لو كان العزم عند الف هو العزم عند به فكرني يبقى خط عمل القوة بيوازي الف به رقم ثلاثة لو كان العزم عند الف بيسوي سالب العزم عند به ايوا يبقى خط عمل القوة ينصف الف به يبقى بيوازي امتى لو كانوا الاتنين زي بعض في الاشارة ينصف امتى لو كانوا الاتنين مختلفين في الاشارة طيب مجموع العزوم لعدة قوة هو نفسه عزم المحصلة ودي قلناها يعني عدم مجموع العزوم القوة زي كانت المجموع عملها متزنة الجزئية دي هنوضح فيها اهم جزء في العزوم ولازم تركزوا معي كويس قوي قوي لان الحتة دي لازم كلنا نبقى فاهمينها كويس جدا 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 وهو اشارة العزم بص معي كده انا مش هكلم وهشوفك وعايزك تقول لي انت ملاحظ ايه في حركة الجسم اللي قدامنا ايوه بتلف زي ما الساعة بتلف بالضبط فبنسميها لاتجاه الدوران مع عقارب الساعة لو كان اتجاه الدوران مع عقارب الساعة زي ما انتم شفتوا كده يبقى ساعتها العزم بالسالب يبقى ساعتها العزم بالاي يا رجالة بالسالب اكتب لك القاعدة يا عشان ما تنساش بص معي كده انا عندي نقطة الف وعندي قوة قاف والقوة قاف دي هتلف حوالين الف بس انتم شايفين انها بتلف زي الساعة يبقى في الحالة ده اشارة العزم بالسالب نكتب بقى ان الدوران لو كان في اتجاه عقارب الساعة بتكون اشارة العزم سالبة اشارة العزم ايه سالبة طب بص معي على الجسم التاني ناحية ايدك الشمال كده وبص على اتجاه الحركة ايوة المراد اتجاه الحركة عكس عقارب الساعة لما نقول مع الساعة سالب عكس الساعة يبقى ايه اكيد موجب يبقى كده العزم عندي موجب يبقى لازم نفر امتى العزم هيبقى سالب وامتى العزم هيبقى موجب هيبقى سالب لو اتجاه الدوران مع عقارب الساعة هيبقى سالب لو كان اتجاه الدوران ضد عقارب الساعة بص معايا ادي نقطة الف المرة دي اللي هنشتغل عليها ودي قاف واكيد هي بتلفة حوالين الف بس ضد الساعة يبقى هنقول له زا كان الدوران في اتجاه ضد عقارب الساعة يكون اشارة الدوران دايما بالموجب اول مثال عندنا الف بهجيم ده المربع طول دلع عشرة سنتيرا سمتلك المربع ومن حقك تحط الرؤوس في اي اتجاه بس نمشي باتجاه دوري واحد فحطنا الف بهجيم دال طول دلعه كام قال لي عشرة سنتي يبقى عندنا طول دلع المربع بيساوي عشرة سنتي طيب اثرت قوة اول قوة كام تلاتة بتعمل في اتجاه الف به بص على الرسمة كده الف به قوة مقدرها تلاتة طب القوة التانية خمس في اتجاه بهجيم طب القوة التالتة تمانية في اتجاه جيم دال اخر قوة عندنا هي خمسة جزر اتنين ودي تعمل في اتجاه الف جيم مطلوب ايه اوجد مجموعة العزوم حول كل من به ومركز المربع عايزين نجيب العزوم حوالين به تعالوا بقى نبدأ مع بعض نتكلم الاول لما اجيب العزوم حوالين به يساوي اي قوة هتعدي على به ادي نقطة به اللي هنجيب عندها العزم اهي اي قوة بتعدي عليها يبقى العزم عندها بصفل من اللي بيعدي عليها القوة تلاتة خلص مش هنجيب لها عزم من تاني بيعدي عليها القوة خمسة برضو مش هنجيب لها عزم اما المين اللي فاضل لسه فاضل للقوة خمسة جزر اتنين مطلوبة جيب لها عزم والقوة تمانية مطلوبة جيب لها عزم شطرت حضرتك معي دلوقتي انك تجيب لي الابعاد العمودية طيب القوة خمسة جزر اتنين هنجيب بعدها ازاي هنسقط عمود من به على خط عمل الف جيم نفتكر مع بعض خواس المربع طول ضلع المربع بيسوي كم عندنا عشرة فيبقى القطر كله بيسوي عشرة جزر اتنين افرق طول الضلع بيسوي اتناشر يبقى القطر اتناشر جزر اتنين طول ضلع المربع خمستاشر يبقى خمستاشر جزر اتنين انا عارف ان الاخطار متسوية وينصف كل من هم الاخر يبقى الجزء ده بيساوي خمسة جزر اتنين يبقى القوة خمسة جزر اتنين ومقدار البعد العمودي اللي سقط عليها خمسة جزر اتنين بقى حكتة واحدة بس ويبقى احنا كده تمام 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 ايه هي اتجاه دوران القوة حوالين نقطت به القوة هتلف حوالين به مع الساعة يبقى لازم الاشارة بالسالب القوة كام قال لي خمسة جزر اتنين طب البعد العمودي طلق كام خمسة جزر اتنين تمام لسه فاضي القوة كمان وهي القوة تمانية بس القوة تمانية لو جينا نجيب البعد العمودية هنلاقيه مرسوم وده بيساوي عشرة اللي هو طول الضلع بس المرة دي بقى القوة بتلف ضد الساعة يبقى ساعتها الاشارة موجب مقدار القوة كام تمانية المسافة بين خط عمل القوة ونقطة به اللي هي دي المسافة اللي انت قلت لنا بتساوي عشرة يبقى نضرب في عشرة شاطرتك بقى انت في حسابة المقدار بالآلة خمسة جزر اتنين في خمسة جزر اتنين هتدينا سالب خمسين زائد تمانية في عشرة في تمانين يبقى معيار العزم بيساوي تلاتين بالموجب اي ان معيار العزم بيعمل في نفس اتجاه المربع الف به جيم دال ده كان الجزء الاول من السؤال وهو عايزين العزم حوالين به ايه رأيكم بقى كمان عايزين العزم حوالين مركز المربع تيجي نسمي ميم يبقى عايزين نجيب العزم حوالين ميم اللي هي بتمثل مركز المربع طيب مين القوة اللي بتمر بقى المرة دي اكيد عايزين ننسى كل الكلام اللي قلناه من شوية تيجي نمسحه كاننا بنحل المسألة الاول مرة بس بناخد العزوم حوالين ميم ايهي النقطة دي يبقى انا عايزك تسعيدني تاني لو جينا نجيب العزوم حوالين ميم اللي هي مركز المربع يوسائل قل لي بقى مين القوة اللي هتتشال القوة خمسة جزلت مين لان دي الوحيدة اللي معدية على ميم هل القوة تلاتة عدت لا يبقى ليها عزم هل القوة خمسة عدت على ميم لأ هل القوة تمانية لأ يبقى انا هجيب تلاتة عزوم دلوقتي طيب المربع كان طول دلعو كام قلنا عشرة يبقى المسافة دي هتساوي خمس طب المسافة دي هتساوي كام برضو خمس طب المسافة دي هتساوي كام خمسة يبقى الابعاد العمودية بتاعتنا كلها خمس ايه رأيكم البعد العمودي سابت نغض عامل مشترك خمسة فيه وننزل القوة على حسب اتجاه دورانه بص معايا كده القوة تلاتة دي هتلف ضد الساعة حوالين ميم يبقى تلات تجيب الموجب طب القوة خمس هتلف برضو ضد الساعة فبردو دورانها موجب يبقى موجب خمس اخر قوة عندنا تمانية وبردو بتلف ضد الساعة يبقى موجب تمانية يبقى خمسة هتنزل مضروبة فيه تمانية وتمانية بستاشر خمسة بستاشر بتمانين يبقى العزوم حوالين ميم طلع بيساوي تمانين يبقى انا طلبت منك عزمين مرة حوالين بيه ومرة حوالين مركز المربع الملحوظة الاهم بالنسبة بالي ان اي قوة بتمر بيها نقطة العزم يبقى العزم بيسوي صفر فاقدر اكانسل القوة دي من ضمن القوة اللي بجيب لها العزوم. نشوف المثال التاني بيقول لي الف به جيم دا المستطيل. هاي بنرسم المستطيل عشان نحط عليه البيانات الف به جيم دا المستطيل. الف به طوله كام? لا ده تمانية سنتي. طب به جيم طولها كام? دي اتناشر سنتي. اثرت القوة ستاشر. دي في اتجاه الف به. طيب القوة اربعتاشر. دي في اتجاه جيم به. طيب القوا قاف. دي مش معروفة. engages هنشوف هنجيبها ازاي دلوقتي? في اتجاه جيم دال. طيب القوة بتعمل في اتجاه الف دال.? على الترتيب. يبقى انا دلوقتي عندي مجهولين. عندي القوة قاف مش عرفها بكام? وعندي القوة كاف? برضه مش عرفها بكام. يبقى انا عندي مشكلتين اعايزينا اتعرف عليه. فالراجل قال لي فازا كان المجموع الجبري العزوم هذه القوة حول جيم مرة وحول مركز المستطيل هم الاتنين بيساو صفر يبقى العزوم حوالين جيم والعزوم حوالين مركز المستطيل بيساو صفر هنعمل معدتين ونجيب منهم قف وكاف ليساوي كان نبدأ الاول في الجزء ده نشتغل على العزمة حوالين جيم ونشتغل هنا على العزمة حوالين مركز المربع هنسمي ميم طيب عشان اجيب العزم هنشوف القوة اللي بتمر بجيم هنوقف عند جيم ايوه كده بص معي بقى من اللي يتكانسل دلوقتي اللي قاف من تاني اربعتاشر مش معنى دول اللي يتكانسلوا عشان دول بيمروا بنقطة جيم فضل القوة ستاشر وفضل القوة كاف طيب نجيب عزم القوة كاف هنشوف المسافة كام كاف بتبعد عن نقطة جيم المسافة دي كلها هي دي كلها بكام هل بتمانية سنتي يبقى هنقوله تمانية في مقدار القوة كاف هل في مشكلة هي كاف هتلف مع الساعة ولا عكس الساعة اللي بص معي كده كاف هتلف حوالين جيم مع الساعة يبقى دي اشارتها سالب طب لسه في قوة كمان وهي القوة ستاشر القوة ستاشر بتبعد عن جيم مسافة اتناشر سنتي يبقى هقوله بس دي ماشية ضد الساعة يبقى موجب اتناشر في ستاشر يساوي سفر هنقوله يبقى سالب تمانية كاف بتساوي سالب اتناشر في ستاشر هنقسم هنا على سالب تمانية ونقسم هنا على سالب تمانية نقدر نقول لنفسنا دلوقتي ان كاف بتساوي 24 كده انا عرفت اول قوة من القوتين المجهيل المجهولتين وهي القوة كاف طيب عايزين نستغل بقى العزوم حوالين ميم ده برضو بيساوي سفر طيب لما اقف عندي ميم هنا هنلاحظ ان المسافة بين ميم وبين قاف هي ستة سنتي طب المسافة بين ميم وستاشر برضو ستة سنتي طب بين ميم والقوة 14 اللي دي 4 سنتي ما احنا اقلين ده كله تمانية طب بين ميم وكاف برضو بتساوي 4 سنتي المشكلة من المرة دي ولا قوة هتتكانسل لان كل القوة ما بيتعديش على نقطة مين نمسك الاول القوة كاف ما احنا عرفناها بكم كاف ب24 يبقى نكتب على طول 24 مضروبة فيه البعد العمودي بتاع الكاف هو 4 سنتي الاتجاه مع الساعة يبقى سالب القوة التانية هي قاف البعد بتاعها 6 يبقى قاف مضروبة في 6 طب انت حطيتها موجة بليه قال لس لها ماشية ضد الساعة طب القوة التالتة 14 دي ماشية مع الساعة يبقى سالب 14 في البعد العمودي بتاعها كام قالي ل 14 البعد بتاعها 4 اخر قوة عندنا هي 16 البعد بتاعها 6 و 16 طبعا زي ما انتو شايفين ضد الساعة يبقى 16 في 6 الاجابة بتساوي صفر طب عايزين نحل المعادلة دي عشان نشوف هيطلع الاجابة بتساوي كام طبعا لو اسمنا على الاتنين يبقى فيها تمانية وعشرين على التلاتة دي مقدار قاف في الحالة التانية يبقى عارفنا قيمة كاف وقاف احسن نحل المعادلة دي مقابل احسن القياس الجابري لعزم القوة 100 حول نقطة الف بص معايا في الشكل طبعا ده رسم لي رسمة انا لو شفتها في الامتحان هتخض ايه الرسمة الغريبة دي هو عندنا قوة 100 نيوتن والقوة 100 نيوتن اللي شغال عليها دي عايز يجيب لها العزم حواليه نقطة الف ايه رأيكم ناخد الرسمة دي ونرسمها احنا باقدين احسن تعالوا كده هنبدأ بنقطة الف ادي نقطة الف اهيه كلنا شايفينها خارج منها قطعة طولها كام قال لي اربعة من عشرة متر يعني اربعين سنتين ورسمنا بعد كده الخط الرأسي وليكن المسافة واحد واربعة من عشرة متر والقوة اللي هي بتساوي ميت نيوتن بتصنع زاوية كام زي ما انتم شايفين اربعين طيب ايه رأيكم بقى ناخد القوة دي ونحللها الى مركبتين اللي بسيطة هنحط جنب الزاوية جتا هتبقى مية جتا اربعين هنحط بعيد عن الزاوية هنا هتبقى جا تبقى مية جا اربعين يبقى بدل ما كنت طالب منك تجيب العزم للقوة مية بس انت فكتها لمركبتين مية جتا اربعين بالاضافة المية جا اربعين دول القواتين اللي عايزين لهم العزم هناخد العزم حوالين مين مع بعض دلوقتي الف يبقى هنقول لنفسنا كده ان العزم حوالين الف هيساب المركبة الاولى هي مية جتا اربعين اهو مية مضروبة في جتا اربعين نكتب اربعين على طول بدل ما نسميها هيه نرجع نغير تاني يبقى هنقول لنفسنا مية جتا اربعين طب البعد العمودي بتاع مية جتا اربعين كام البعد العمودي اهو واحد واربعة من عشرة مضروبة في واحد واربعة من عشرة فاضل اتجاه الدوران بص معايا كده لو حابنا نلف حوالين الف هلاقي نفسنا ماشيين زي الساعة بالزبط يبقى كده الدوران بالسالب طيب لسه في مركبة تانية وهي موجب وهي القوة التانية مية جا اربعين دي لما تيجي تلف حوالين الف هتلاقيها ماشية ضد الساعة يبقى في الحالة دي موجب مية مضروبة في جا اربعين في البعد العمودي بينهم هما الاتنين البعد العمودي بيساوي كامل مرة دي قال لي اربعة من عشرة يبقى زائد ااسف فيه اربعة من عشرة اقدر ادي المقدار ده كله اللي الالة هيطلع لمعيار العزم كام واحنا شاطرين طبعا في حساب المقادير الجابرية ناخد رسمة تانية ونشوف هنرسمها ازاي مع بعض بيقول لي في الشكل المقابل احسب القياس الجابري لعزم القوة ربعمية حول واو فين الرسمة اهي ادي زي ما انتم شايفين نقطة واو اللي احنا شغالين عليها اهي وعندنا قوة مقدارها ربعمية نيوتن عايزين لها العزم حولين واو هنرسم الرسمة بقدينا احنا ونشوف هنقدر نفسصها جزء جزء ازاي اول حاجة دي واو والمسافة اللي مرسومة عندي تلاتة وجازل تلاتة بهالف طولها اتنين متر عندنا قوة ربعمية هنحليها لمركبتين هنا مركبة وهنا مركبة بس نحط القوة ربعمية الاول ادي القوة ربعمية نيوتن بتصنع زاوية مع الافخ تلاتين حلل جنب التلاتين نحط مين ايوة جتا وبعيد عن تلاتين نحط جاي يبقى ربعمية جتا تلاتين ربعمية جتا تلاتين مطلوب مني اخد العزم حوالين نقطة واو بدل ما هنجيب عزم الربعمية هنجيب عزم كل قوة من الاتنين يبقى هنقول نفسنا دلوقتي العزوم حوالين واو يساوي ناخد المركبة الاولى اللي هي ربعمية مضروبة في جاة تلاتين دي هتلف ضد الساعة يبقى ربعمية في جاة تلاتين مضروبة في المسافة العمودية اللي هي بتوساوي اتنين خد بالك دي بتلف ضد الساعة ربعمية ماشية زي الساعة حوالين واو يبقى اشارتها بالساعة طيب لسه في قوة كمان المركبة التانية ربعمية جتا برضو مع الساعة يبقى سالب ربعمية جتا تلاتين في المسافة العمودية اللي بينهم اللي هي تلاتة جزر تلاتة بعد ما حصلنا على تحليل القوة الى مركبتين ادلنا نجيب عزم كل مركبة من الاتنين اللي هي تلاتة ربعمية جاة تلاتين في اتنين طبعا دي سهل حسابها بالقالة لو حسبنا ربعمية جاة تلاتين في اتنين هيدينا ربعمية ناقص ربعمية جتا تلاتين في جزر تلاتة على تلاتة هيدينا الف وتمربية هنطرح هيدينا سالب الف وربعمية ده معيار عزم القوة حوالين او عزم القوة حوالين نقطة واو بالشكل المقابل احسب القياس الجابري لعزم القوة متين جزر اثنين نيوتن حول نقطة الف ادي الرسمة قدامنا مدينا قوة مقدرها متين جزر اثنين اهي وهو عايز يحصل على العزوم حوالين نقطة الف تعالوا نرسمها بادينا احنا طبعا ده بيمس الدايرة فانا رسمت لك الدايرة كاملة وبعدين مركز الدايرة خارج منه نقطة وخط عمل تأثير القوة لها متين جزر اثنين رسمنا الخط الافقي وبعدين انا المراتي عايز اشتغل معاك ومن غير ما حلل المركبة دي طب ايه الطريقة الثانية من غير ما نحلل نيجي من الف اللي عايزين ناخد عنه العزم ونسقط عمود على خط عمل القوة الزاوية دي خمسة واربعين زي ما هو قال يبقى لقدامها خمسة واربعين بالتقابل باللايه بالرأس نسقط عمود ايوه انا عايز منك بقى طول العمود ده بيسوي كامل لان العمود ده هو العمود اللي ساقط من الف على خط عمل القوة طب كان ممكن احللها اه طبعا كان ممكن احللها كنا ناخد المتين جزر اتنين ونحللها عند ميم لمركبتين وبرده صح بس انا حاولت انوّع وقولك تعال نشتغل بطريقة البعد العمودي من غير ما نحلل هتعمل ليه معي دلوقتي قال لي هنجيب الف به هو طول الف ميم كام قال لي اه ستة لان هو ايه للنص القطر بيساوي ستة فوق طب انا عايز المقابل يبقى ستة جاة خمسة واربعين ستة جاة خمسة واربعين ده البعد العمودي فمقدار القوة متين جزر اتنين هتلف ضد الساعة يبقى العزوهم حوالين الف هيساوي مقدار القوة متين جزر اتنين في البعد العمودي ستة جاة خمسة واربعين طبعا هنقدر نحسب دي بالقال هيدين الف ومتين ده معيار عزم القوة حوالين نقطة الف ادنا نحصل عليه باجاد البعد العمودي من نقطة الف على خط عمل القوة يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على القوى المستوية وقلنا ازاي نجيب عزوم القوى المستوية عن طريق من اتنين يا اما هنحلل القوى الى مركبتين ونجيب عزم كل مركبة لوحدها يا اما نسقط عمود ونجيب طول العمود الساقط كده انت قدامك طريقتين اللي تقدر تعمل معها اسهل وتسهل لك الحل اشتغل بيها المهم تقدر تفكر في المسألة بطريقة صحية وبكده نبقى وصلنا لنهاية الجزء الثاني وهو العزمة حوالين القوى حاقص محاولين نقتل القوى المستوية فاضل لنا الجزء الثالث وهو عزم القوى سلاسية الابعاد وده هنلتقيه في الفيديو الثالث ان شاء الله مع بعض الى اللقاء